رقم اتنين الجلسة اللي تمت ما بين مارسيل كولر وما بين كابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة تمثلا في كابتن زكريا ناصر وكابتن محسون صالح حسام غالي والمترجم الخاص بكولر وطبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب الرجل مصمم تماما لن يقود الفريق في بطولة كاسر رابطاب قالوا من ده قراركم لكن في النهاية أنا لن أشترك في هذه المصمم بفريقي مش أشترك بفريقي انتوا عايزين تلعبوا انسوا لعبت الفريق الأول انسوا لعبت الفريق الأول أي لاعب أي لاعب سيحتاجه مارسيل كولر أواق مخطط مخطط في دماغه أنه بعد ما يرجع من الأجازة الأهل هينزل تمريرهم السبت الجاية من يوم السبت لحد مباراة الهلال اللعبة اللي موجودة في الفرقة موجودة لا من القوام اللي هو بيعتمد عليه بالإضافة للمجموعة اللي هترجع بعد كده يوم تسعة وعشرين بداية من يوم تسعة وعشرين دي المجموعة اللي مش تلعب الرابط خلاص هو الرجل ده قراره اللي أبلغه والمنعشة بالمناسبة في القصة دي بس عادة ساعة ما بين لجنة الكورة وكابتو محمود الخطيب وما بين مارسيل كولر ده قرار النهائي طيب في الآخر الأهلي مكرر إيه أو رايح لفين عشان لسه فيش قرار تطلع من نادي الأهلي التفكير راح فين فرقة الشباب بالإضافة للعناصر للعناصر اللي كولر هيكرر إن هم مش معاه في مطش الهلال مش العناصر المتاحة لأن في ناس كتير ينارد قال لك التشكيل المقترح للأهلي واللعيبة المتاحة إن هي تلعب لها لخالص أي لعيب الرجل حطه في بلانه هيلعب أساسي أو بديل أو هتواجد في قائمة مباراة الهلال السوداني هو خارج مباراة كسر رابط في لعيبة بقت وأبرى تفكير الرجل برى حساباته أصفل ما وقنت قلته أسمين أيمن أشرف برونو سيفيو وفي أسمين بتمرانه معاه في أسمين تانين لكن في أسمين كمان بتمرانه معاه من الشباب شادي لسه شادي لسه لكن وارد iero chec Esta 그래 أيمن وبرونو وفي أسمين بتمرانه معاه لكنهم من الشباب كريمة الدباس وعبد الرحمن راشدان SHA وبنسبة 90% كمان كريستو متاح كريستو متاح لكن الرجل لسه محسمش الأمر فيه هيكون معاه موجود ولا لسه محصلش حالة الانسجام فمش هيستخدمه في مباراة الهلال فبنتكلم على أربع عناصر قد تكون متاحة لمباراة الربطة والفريق بالكامل في 21 سنة والقضية كمان من سيقود حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلمك فيها قرار كولر إلا لو عدل عن قرار قرار كولر إنه لن يقود هذا الفريق في كاس الربطة أين كان عناصر الموجود